تاني بأكد لحضراتكم قضية زي دي هتبقى قضيتنا في الفترة اللي جاية احنا في ملفات ما بينسبهاش لغاية لما بيتم اتخاذ فيها القرار اللي في صالح الكورة المصرية والرياضة المصرية الملف ده لو فضل مستمر بنفس النهج اللي بتواربيه الكورة والمنتخبات في اتحاد الكورة انسى انك تشوف اي نتيجة الفترة اللي جاية انسى مش هتشوف خير مش هتشوف نتيجة كويسة ومحدش يعتقد ان ممكن بدربات الحظ نكسب في مرة ونخسر في مرة الاتحاد ده منذ ان تم اختياره ودخوله للانتخابات ونجاحه لم يقدم اي اضافة للكورة المصرية فشل في جميع الاتجاهات فشل في جميع القطاعات فشل في جميع اللجان يعني يصعب علي يصعب علي لما تجيلي تشكيلات لجان الاتحاد الافريقي ولاقي ان رئيس اتحاد الكورة عضو في لجنة كأس الامم الافريقية للمحليين مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي اللي اسست الكورة في افريقيا يوم مايبقى الاتحاد الكورة الحالي عضو في لجان الكاف يبقى عضو في لجنة المحليين لجنة المحليين محدش في المسابقات محدش موجود في الحكام التطوير الفني ترشيح جاي من خارج الاتحاد مفيش حد احنا على مستوى الكاف مفيش حد مع كامل احترام المهند ساني بريدة ودورك عضو مكتب تنفيذي سواء في الفيفا او في الكاف ده جانب تاني انا بتكلم على اللي قاعد على التربيزة جوه اتحاد الكورة ما هي علاقاته بالكاف انا هنا في مرة لما كنت بتكلم على مشكلة حصلت في معسكر المنتخب والكابتن حازم طلع قال اصل لعبت الاهل مكتش موجودة في مطش مصر فحصلت مشكلة فاخسرنا من تونس طلعت وقتها قلت يا جماعة بلاش تختصروا مشاكلكم في قصة لعبت الاهل في المعسكر ولا بلر المعسكر وطلعت وقلت الاتحاد ده بيقدم ايه وليه ايه وعليه ايه وفاكر وقتها قلت الاتحاد ده لا بشوفه في جماعية عمومية ولا بشوفه في اجتماعات تطوير داخل الكاف ولا بشوفه في اي حاجة داخل الكاف وبتفاجئ ان الاتحاد المصري اخر من يعلم عن كل المعلومات اللي بتطلع من الاتحاد الافريقي من مسابقات ورخص وتدريب واندية وتفاصيل كتيرة حتى في التحكيم محدش فيه معرف حاجة يعني في كاس الامم الحالية قصما بالله فيه تفاصيل بتحصل في تعينات القطقم التحكمية او طواقم التحكيم لو قلتها فيه ناس هنا في الكرة المصرية مش هتزعل على الشاشات تاني لان انتم مش مهتمين باي حاجة الناس برا مهتمة مين اللي هيحكم مطش موريتانيا مين اللي هيحكم مطش المغرب وتعمل اتصالات عايزة تطمل على منتخب بلدها مش اي حاجة مييجي مش اي حد ييجي عايز على اقل حكم كويس يضمن العدالة الناس شوفوا مهتمة بايه مش بقولوكم بس بعد التوفد يحضر للإقامة والانتقالات والإعاش الناس بيتركز في حد تأمين الحكم اللي هيحكم المطش انا مش عايز ادي امثلة عشان الناس ما تتفاجئش باللي بيحصل بس انا بقولكم والله العظيم يا جماعة محد في مصر هنا في اتحاد الكورة في المنتخب مهتم بالمنتخبات محدش مهتم باي تفاصيل كل الهدف نطلع نحلل في قناة مصرية نطلع نحلل في قناة خالجية نعمل اعلان نعمل مداخلات نقدم برامج طب انت بتقدم البرامج مين اللي هيحاسبك يعني انت المفروض مشرف على المنتخب وبتقدم برنامج مين اللي هيحاسب مين مين اللي هيحاسب مين ما المنظومة ده عشان تتعدل لازم يبقى كل واحد لي دور الاعلام لي دور المنتخب لي دور الاتحاد لي دور اللي يشتغل في الاتحاد مالوش علاقة بالمنتخب واللي يشتغل في المنتخب مالوش علاقة بالاعلام لكن كلها لبعضها سمك لابن طمر هندي وبالمناسبة الناس اللي تتكلم السحنة ما عندناش اجندة الفترة الجاية ونفكر ونشوف تفكر وتشوف ايه تعالى تعالى تفكر وتشوف ايه ده انت لازم تاخد القرار النهاردة قبل بكرة لازم تاخد القرار النهاردة قبل بكرة مصر كلها مستني قرار قرار في الاتحاد قرار في الجهاز الفني لازم يكون فيه قرار على مسؤول على هذا الموضوع يطلع الجهاز الفني يطلع كابتن حازم يطلع مجلس الإدارة أي أن كان هو مين لازم قرار ليه بقى لازم قرار منتخب مصر يا جماعة لغاية نهاية عشرين أربعة وعشرين لغاية نهاية هذا العام عنده كم مباراة تخيلوا عنده كم مباراة اتنين أربعة عشر مطشاط منتخب مصر عنده عشر مطشاط في عام عشرين أربعة وعشرين أجندة دولية ودية في شهر ثلاثة مباراتين أجندة رسمية في شهر ستة مباراتين تصفيات كسعالم الجولة التالتة والجولة الرابعة تصفيات كأس الأمم المؤهلة لعشرين خمسة وعشرين مطشن في شهر تسعة مطشن في شهر عشرة مطشن في شهر احداشرة لو الاتحاد ما عندهش الأجندة أبعته الأجندة أبعت لكم الأجندة اعتقد الكاف بعد هلكو يعني يعني الجهاز الفني الحالي ده مش هياخد اجازة ده عنده مباراتين تصفيات كاس عالم بعد ثلاث شهور ومع مين مع بوركينة فياسو اللي تصدرت المجموعة بتاعت الجزائر اللي عندها النهاردة مباراة مع مالي وممكن تكسب توصل دور التمانية ممكن تكسبنا في شهر ستة وتبقى في الصدارة على فكرة يعني ويبقى كاس العالم كمان ضاع بدري وعندك تصفيات كاس قمم في اخر السنة في تسعة مطشين في شهر عشر مطشين في شهر احداش مطشين يعني هتخلص مشوارك في التصفيات نهاية السنة دي فبسم الله ما شاء الله كده لو سبت الجهاز الفني لا هتبقى رحت كاس عالم ولا هتبقى رحت كاس قمم في عشرين خمسة وعشرين ومحدش يقول لي هيتم معالجة الأمر والجهاز الفني يشوف أخطاء والله ما فيه فايدة انا مش بتكلم على نقاط فنية المدرب ضعيف فيها انا بتكلم على الشخصية ري فيتوريا مدرب بلا شخصية وانا عندي أسبابي وأسانيدي على ده في أزمة محمد صلاح وإصابة محمد صلاح فيتوريا كان آخر من يعلم فيتوريا كان آخر من يعلم الملفة كله كان بيضر ما بين اتنين الكابتن حازم والكابتن محمد صلاح ده واحد اتنين في ملف الإعاشة والإقامة في كأس الأمم فيتوريا آخر من يعلم ما كانش يعرف الإقامة في سنبدرو وضعها ايه وطلع قالك فرصة المنتخب يحرق من قب جان ويروح سنبدرو تغيير أجواء تغيير اجواء ايه ده انت رايح في اجواء اصعب انت رايح في اجواء اصعب فما عندوش فكرة الاقامة والتناقلات ظروفة ايه لانه ما عندوش مدير اداري ما عندوش جهاز اداري ما عندوش اصلا اتحاد ليه علاقة بالمنتخب المنتخب كده في سكة مع مسؤول هو اللي بيقوده لغاية لما وصلوا للطرق اللي انتو شايفينها اللي عايز مصلحة البلد واللي عايز مصلحة الكرة في البلد دي يناقشها كده ما يناقشهاش احنا جبنا سبعة وعلينا سبعة ولا احنا كسبنا بالاجنبي ولا كسبنا بالوطني بمناسبة المدربين الوطنيين انا صعبان علي المدربين الوطنيين بصراحة مين المدرب الوطني دلوقتي اللي معاه النسخة او اللايسنز البروفيشنال من الكاف مين مين اللي معاه الرخصة التدريبية اللي تسمح له ان يقود منتخب مصر وان الكاف يسمح له ان يوعد على الدكة بلاش نختار اسماء ممكن نتفاجئ لما تيجي مباريات رسمية رخص الكاف تمنعه من الاجلوس على دكة البودلاء هل اتحاد الكرة اسس المدربين في مصر؟ ابدا هل اتعامل رخص تدريبية في مصر؟ ابدا مين المدير الفني للاتحاد؟ مفيش على فكرة منتخب مصر لما نظم كاس افريقيا للشباب خرج من الدور الاول كان ساعتها تم اختيار الكابتن محمود جابر والمنتخب خرج كله لا فكرة بقى قص المشكلة في المنتخب الاول ولا المنتخب الشباب انتو كمان عندكم مشكلة في الاجلال اللي جاية ده مش قصة منتخب اول بس ده مشكلة في الاجلال اللي جاية الكرة في مصر لو من النهاردة ما تعملهاش تخطيط سليم والناس اللي هتيجي تدير يبقى لها علاقات خارجية وليها سلطة في الكاف والفيفا ويبقى لها سلطة على انها يتعين اجهازة فنية بشكل مستقل الكرة المصرية مش هتتقدم الكرة المصرية مش هتتقدم والاختيارات الفنية لازم تكون من ناس لها فكرة عن الامور الفنية مش شخص واحد واللي يشتغل في المنتخب ويشرف على المنتخب ما لاش علاقة بالاعلام واللي يوعد على كرس مجلس الادارة يخطط للقرة ما لاش علاقة بالربطة وما لاش علاقة بالاعلام ما ينفعش يبقى مسؤول في الربطة ومسؤول في الاعلام ومسؤول في الاتحاد ما ينفعش اللي يعمل جدول الدوري يبقى مسؤول في الربطة بس بيبقاش لي علاقة باتحاد الكورة وفعالوا دور اللجان فين دور لجنة الانضباط فين دور لجنة الاستقناف فين دور لجنة فض المنازعات فين دور لجنة الرخص التدريبية فين اللجان فين رئيس لجنة الحكام فين رئيس لجنة الحكام على مدار شهر البطولة بتتلاقي بكاس الأمم مفيش معسقر يتعامل للحكام معرفناش الحكام الفترة الحالية بتعمل معام ايه لما الدور يرجع الوضع هيبقى ايه هي المشكلة مش مشكلة فيتوريا بس المشكلة منظومة بس عايز تبدأ غير الجهاز الفني هات ناس فعلا تقود السنادي لان السنادي انا قلتلكم الاجندة الناس فاكرة ان احنا خلاص خرجنا من كاس الأمم فالدنيا مريحة لا انت عندك تصفيات كاس عالم ماتش بوركينا ممكن يطلعك بره البطولة وعندك كاس أمم في نهاية هذا العام منتخب مكافئته في البطولة تمه مئة ألف دولار لو عندك أزمة مالية خد المكافئة ادفع بيها الشرط الجزائي واشتغل بقى على مية بيضة وابدأ اشتغل ونظف من تحت عشان تلاقي نتائج بعد كده لكن لو هتستمر بنفس المجموعة انا مش متفائل اطلاقا انا بحضر وبشوف اجتماعات وبيتجيلي تفاصيل من بره الناس هنا مش موجودة مش على الخريطة والله العظيم اللي بيقوده الكورة في مصر مش على الخريطة مع كامل احترامي لأشخاصهم ناس محترمة وكل حاجة بس احنا بنتكلم كورة بنتكلم شغل انا ممكن احترمك واقدرك وكل حاجة بس ده بره الهوى بره شغلنا وانا بسلم عليك لكن لما جمسك الورقة والقلم لأ ابدأ حسبك انت نجحت ولا فشلت نتائجك بتقول انت فشلت في انتخابات بعد ست شهور ماشي نستنى الانتخابات بس اتمنى تتعدل الليحة فكرة الانتخابات بالقوام المغلقة دي مفيش فايدة مفيش فايدة ومش كل ما الليب الشرطة وفانيلا يعرف يعرف يقود الكورة في مصر الاستثناءات قليلة جدا لكن مش هتبقى بالعموم الاستثناءات قليلة جدا لكن في العموم جوه اتحاد الكورة مش شرط انها تنجح كابتن سامير زاهر الله يرحمه ما كانش ليه تاريخ كبير جدا في الكورة بس افضل من قادة اتحاد الكورة وهو كرئيس اتحاد ومشرفة مع المنتخب وكان ساعتها في تخطيب بجد للمنتخب قبليه اللي هو حرب الضشوري ربنا اديله الصحة المقياس داخل النادي الاهلي مش شرط يكون على المنتخب انه ينجح او اتحاد الكورة ينجح لو الاتحاد هيقوده ناس بتفهم في الكورة كويس جدا ومعهم ناس اداريين بتفهم كويس جدا اهلا وسهلا بيهم لكن فكرة ان الكورة اللي بتوعه الكورة بس مش شرط انها تنجح الحمد لله نجحت في الاهلي وعلى مدار التاريخ الاهلي نجحت فيه بشكل كبير جدا اتمنى اشوف كتالوج الاهلي في اتحاد الكورة اتمنى اشوف كتالوج الاهلي في المنتخب لاني بقى عايز اقول حاجة مهمة جدا وانا عايز اروح لموضوع كتالوج الاهلي للأسف للأسف مدربين بيطلعوا يتكلموا في الكورة غلط واعلاميين اساؤل المهنة بيتكلموا غلط وسابوا المنتخب بكل تفاصيله ومسكوا في الاهلي لدرجة ان واحد منهم طلع قالك ايه الاهلي طول ما هو موجود مفيش غرف مصر تخيلوا انه واحد فاشل في الملعب وفي التدريب ومالوش تاريخ طلع يتكلم في استوديو على ان الاهلي طول ما هو موجود مفيش كورة في مصر يا اخي يعني ده الاهلي لولى نتائجه في السنوات السابع والعشر الاخيرة ما كانش الكورة المصرية هتظهر على منصات التتويج في افريقيا وفي الاتحاد الدولي يعني انت راجل فشلت في التدريب وبطلت كورة ومحدش عرف بعد ما بطلت كورة انت عملت ايه ولا اشتغلت ايه ولا درست ايه ولا هببت ايه اصلا في المجال ده طالع تقول على ان النادي الاهلي طول ما هو موجود مفيش كورة في مصر انا مش عارف اقول ايه بصراحة ومحدش بيحاسب والناس بتسمع وبتعدي واشباه اعلاميين بيسمعوا الكلام ده وبيعايزين يطلعوا ترند ويحزبوا الاهلي على حاجات ما روش علقة بيها يعني الاهلي من بعد يصابت الشناوي لا اعلن انه هيعمل ايه ولا اعلن انه تعاقد مع مين ولا اعلن انه هيفكر ازاي في الملف ده الناس كلها تطوعت الاهلي تعاقد الاهلي تراجع عن التعاقد هو الاهلي اعلن يا جماعة انتو يا جماعة يعني رحمة بالاعلام وبالصحافة هل الاهلي اعلن في بيان رسمي تعاقده مع حارس مرمى لا يبقى ازاي الاهلي تراجع ازاي يعني انت بتحسبني على خبر نزل في صفحة في موقع في برنامج بتحسبني انا بناء على ايه وفجأة بقى خسارة المنتخب كلها بتتلخص ان الاهلي فكر في التعاقد مع حارس مرمى طب اقسم بالله العلي العظيم من ساعة المنتخب ما وصل سان بيدرو يوم الجبعة والسبت والحد تلت ايام ما فيه مسؤول في النادي الاهلي اتكلم اتكلم او بس رن على حد في المنتخب لعيبة وجهاز فني واي فرض انا بقسم بالله تلت ايام المنتخب في سان بيدرو ما حد رفع السماعة وفي نفس الوقت في كاس العالم في روسيا لما بيرامدز تعاقد مع لعبين في المنتخب ما حدش فتح بقه لان اللي بيتكلمه دلوقتي كانوا شغالين في بيرامدز هي دي الناس للأسف اللي جزء كبير جدا منها في الاعلام هم اللي وصلوا المنتخب والتحاد القرى للشكل اللي انتوا شايفينه للأسف انا مش هقولي المسؤولية على التحاد القرى والمنتخب بس للأسف نسبة كبيرة من الاعلام واللي بيطلعوا على الشاشات هم اللي وصلوا المنتخب والتحاد القرى لللي انتوا شايفينه ولولا للأهلي بعيد عن هذه البوطقة من الاعلاميين او المدربين اللي فشلوا في الملاعب كان للأهلي راح في نفس السكة معاهم بس الأهلي الحمد لله سكتوا مختلفة عن الأشكال اللي انتوا بتشوفوها في الفترة اشتركوا في القناة